نهاردة بنسمع كتير ان عمر جابر وحش قوي ان محمود شبانة ان الونش محدش بتكلم على محمد صبحي لان محمد صبحي حارس كبير رغم انه دخل مرمىه تلات اهداف بنتكلم على اشرف روقة بنتكلم على اكتر يعني الكلام اكتر على لعبة الوسط والخط الدفاعي ومحدش بتكلم على المنطقة الهجومية او بيحملهم جزء من المسئولية او بيتكلم على حارس المربو والحقيقة بقى جماعة عشان اكون صادق معاكم وتحليلي لاداء الزمالك هذا الموسم هي مشكلة فنية بحتة داخل الملعب واعتقد ان المدير الفني هيكون هو له الحل الامثل لانقاذ الزمالك من شكل الفرقة فنية جوا الملعب طيب كرة القدم لعبة جماعية كرة القدم لعبة جماعية على الكل ان يلتزم داخل الملعب وبالتالي اللعب الجماعي مع الالتزام بيؤدي الى الانتصار سنة اللي فاتت اخر سبع ماتشاط الزمالك فقد جزء مهم جدا هجوميا وصناعة الالعاب مع رحيل اشرف بن شرقي ورحيل في نفس الوقت اوناجم ورحيل رزق سي سي ورحيل طارق حامد ورحيل ابو جبل كل دول رحلوا وماكملوش الدوري مع الزمالك اخر سبع ماتشاط رغم كده الزمالك كسب وكان بيكسب بهدف مسلا من كورنر حسام عبي جيد يطلع يجيب هدف مسلا كورة طائشة معرفش لكن كان الزمالك بيلعب بطريقة جماعية والكل بيلعب لعب جماعي بعيدا عن الفردية خلاص طيب النهاردة ما باجه اتفرج على الماتش فالناس تقول لك يا نهارا بيض عمر جابر فاتح ناحية اليمين طب ما تعالى اقول لك هو زيزو زيزو بيرجع مع عمر جابر هل زيزو بيرجع مع عمر جابر هل مصطفى شلبي بيرجع مع عمر جابر مما لا شك فيه ان زيزو لعيب كبير جدا في المنطقة الهجومية وعنده قدرات كبيرة جدا هو مصطفى شلبي وانا انا النهاردة بقول للمصطفى شلبي بدأ بدأ انا قلت مصطفى شلبي لعيب كبير ولعيب هيكون مؤثر مع الزمالك الفترة اللي جاي مصطفى شلبي بدأ يبان وبدأ يصنع وبدأ يروح وبدأ يعدي واحد على واحد طيب اما يكون عندي ما عنديش التزام دفاعي من المنطقة الهجومية اللي هي متواجد فيها زيزو ناحية اللي مين مصطفى شلبي ناحية الشمال احمد بالحاج بيحاول يجري ويدغط لوحده وده في كرة القدم ما ينفعش قعد اجري 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 وممكن ساعات في وقت كتير قوي لعيبة بتحلق يعني مش بتضغط لا بتحلق كأنها يعني انا عملت اللي عليها وده برضو في كرة القدم ما ينفعش فما ينفعش مثلا اقول على عمر جابر وحش وهو جاي عليه اتنين واحد يبصها له واحد يروح من وراه واحد يجري ما ينفعش ما ينفعش اعري ما هي كلمة في الكرة كده اعري خط دفاعي واعري الاطراف ويجي واحد واثنين في الاطراف يلعبوا علي وانا ابقى اللي وحش ما هو ادي لعبة جماعية لازم الكل يدافع والكل يهاجم طيب طبعا دفاعيا ما بيكون نص الملعب ترابيس في نص الملعب وما يكون اللعيبة الاطراف عندهم قدرات هجومية عالية جدا بس عندهم قدرات دفاعية وبرضه بيرجعوا يدفعوا مع زميلهم وبيلتزموا بالمان بتاعهم او بيلتزموا باللعب اللي بيلعب عليهم ما ينفعش اللعب اللي بيلعب علي يتقدم بجانب نص الملعب بجانب الرأس حربة ويروح يمين وروح شمال وانا قاعد الكرة تخطفت مني وانا قاعد مستني اما كرة تطقط اتاني وترجعلي عشان ابتدي ابني هجمة كده بنعمل مشكلة وصغرات في الفرقة بتؤدي الى اهداف كارثية في الفريق يعني ما ينفعش الزمالك يكون اول عشر دقايق كسبان اتنين صفر ويرجع المصر يكسب تلاتة اتنين ما ينفعش الزمالك يكون كسبان اتنين صفر اول دقيقتين المريخ ويرجع المريخ يجي فيه تلات تجوان وبعد كده انا اتعادل وبعد كده انا اكسب ما ينفعش يبقى ايزا في صغرة في فريق الزمالك الصغرة دي حلها ايه حلها فني ان انا اي فرقة في الدنيا تدافع كويس جدا وتقف كويس جدا وتقدر تصنع فرص وتروح هل احنا عندنا قدرات هجومية تخلينا نعمل فرص نصنع فرص اه عندنا عندنا زيزو جامد عندنا مصطفى شلبي جامد بس مرة واتنين وثلاثة زيزو يبقى جامد قوي لو نص الملعب تقيل قوي مصطفى شلبي هيبان قوي لما نص الملعب طول الوقت بيقطع ويدغض ويدتي له القرة واحد على واحد لو مصطفى شلبي راح واحد على واحد عشر مرات هيعدي تمن مرات او تسع مرات تمام لكن مصطفى شلبي مش هيبقى مطالب ان هو طول الوقت يروح واحد على واحد ويرجع يقطع ويستلم من نص الملعب ويعدي من واحد واتنين وثلاثة ويزيزو نفس القصة وبعد كده يستنفز بدنيا فييجي الكرة تطقطع منه فيروح الباكليفت متقدم فيزيزو مايرجعش فيروح على عمر جابر فيعمله اوفرلاب فيروح اتنين على واحد ماينفعش كرة القدم مش كده خالص كرة القدم هي التزام داخل الملعب انا انا بجيب جوان وفي نفس الوقت اللي يا مهام دفاعية انا كنت العيد حريف لكن كان كابتن جهري يقول لي ليك الباكليفت اللي عليك ده او الباكليفت اللي عليك ده انت ملتزم بيه لو تقدم انت معاه لو تقدم ترجع معاه خليه هو دايما تروح عليه واحد على واحد وتركبه يعني كرويا داخل الملعب لكن لو هو دافع ما تسيفش زميلك لازم تركع تتافع معاه وبالتالي ده شغل فني بحت جوه الملعب ان انا كمدير فني اخلي لعبتي ملتزمة تيكتيكيا داخل الملعب فما حد ييجي يقول لي قطع في عمر جابر لا عمر جابر اه ممكن يكون وحش بس ما تقطعش عمر جابر وفي واحد ما بيرجعش معاه واتنين ييجوا عليه النهاردة مثلا عبدالله جمعة حاتم سكر لسه نازل شبانا النهاردة والونش برضو الونش الناس حطاه في فكرة ان هو احسن مدافع في مصر لكن الونش لسه راجع من اصابة طويلة وخطيرة وخوية فمحتاج وقت عشان يتأقلب يعني الونش في الوقت ده المفروض السردباك اللي جنبه او اللي جنبينه هم اللي يشيلوه مش الونش في الوقت ده هو اللي يشيلهم محمود شبانا لسه بادئ مصطفى زناري لعب وقعد حسام عمي جيد كان وحش اول مرش اللي فات نبيل عماد دونجا عمر السيسي كل دول لعيبة كويسة بس الالتزام داخل الملعب مشكلة الزمالك فنية بحتة مشكلة الزمالك ان اللاعب الذي لن يلتزم ده خدوا بالكم فيه يقول لك ايه اللعيبة مش قوي اللعيبة فنية مش قوي انا ممكن كمدير فني انا بقول اهو وانا بقول ان عندنا لعيبة كويسة واللعيبة كويسة دي هتبان اما الفرقة كلها تلعب كمجموعة اشتركوا في القناة